بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم أحبابي وأحباب شفية المغربية لكم من السلام تنطلب الله سبحانه وتعالى يلقاكم هذا الفيديو وانتما في أحسن الأحوال إن شاء الله بحول الله وقوتي معنا اليوم واحد صغر اللي غدي إن شاء الله يستفد منها الصغير والكبير ويستفد منها إنسان المعطل على العمل أو الناس اللي عندهم المس موقف لهم حالهم أو المرأة اللي عندها توقيف الحال في الإنجاب عندها مشاكل في الرحم أو عندها سحر الأرحام الناس اللي عندهم سحر الأرحام هذا هو صوصها لحالهم أو البنت المعطلة عند الزواج وعندها المس العاشق موقف لها حالها أو الناس اللي عندهم المس ديال السحر التمرين الناس اللي عندهم سحر التحقير أو السحر اللي يدار لهم على الخيوبة وخلهم دائما ما عندهمش الظهر ما عندهمش الميمون تحاجة مناشحين فيها دائما عندهم تعطيلات هذه الوصفة صالحة بإذن الله هذه الوصفة نقول لك بأنها معجزة بخور رائع بخور دي الرقات بخور اللي حطوه الناس على أساس أنه يبيعه التمان ولكن اليوم إن شاء الله نخدمه به بطريقة سهلة وفي نفس الوقت هو رخيص جدا إذن الناس اللي عندهم هذه المكونات أو ما عندهمش قد ياخدهم من عند العطار ويحاولوا أنه ويشتريوه لأنه رخيص التمن إذن اليوم معنا ضروري الفحمل بحل المرأة اللي ما عنداش بحل المرأة اللي متتجيبش أولاد وعندها المس ومشارت عند الأطباء ولكن بدون جدوى ما جابش معها طبيب النتيجة تتكون عندها سحر الأرحم أو سحر توقيف الحال في الإنجاب تيكون سحر تفريق وتيقول لي مس عاشق وتيقول لي توقيف الحال في الإنجاب دير هذا الوصفة صالحة الدراهية والزوج ديالها يتبخروا مدة مدة أسبوع يتبخروا من المرأة العشاء إذن غدي إن شاء الله بحول الله نعديكم الوصفة الكاملة لانجحات مع بثلاث الناس وانجحات مع الناس اللي معطلين على الزواج تكون عندهم عوارد معارفين شريوصهم وفي نص الوقت تبقى تتحصر على نفسها تقول لك أنا عندي كل شيء ولكن تواحد ما تدق عليها في العتبة ما عنديش ظهر 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 سبحان الله العظيم إذا كان عندك مع الله ما يهمكش الشيء الآخر إذن أنت حاولي أنك يتشري على رأسك وحاولي أنك تكوني إيجابية نجرب هذه الوصفة ونجرب هذه الوصفة كلهم ربانيين وما فيهم لا شركية لوالو فيهم غير القرآن والعشوب الطابعية اللي تقدري أنك تتبخر منها تغتسلي منها تشربها عادي جدا مع ذكر الله غادي يكون الأمور كلها جيدة إذن غادي ناخده السداب السداب هو الفيجل عدنا المسك الأبيض أو المسك الأسود عدنا قنينة فارغة اللي غادي نوضعوا عليها عليها الماء والسداب يكون زيت أو يكون يكون تبخيه وغادي نقول لك شنو غادي ريبيه إذن عدنا السداب هو الفيجل الفيجل معروف باسم السداب عدنا المسك الأبيض المسك الأبيض لناخده واحد القطعة بحال هذه اللي غادي نطحنها مع الفيجل غادي نطحنها في مطحنة كهربائية وغادي نقرع له هذه القراءة أول حاجة الناس اللي عندهم العوارد اللي عندهم توقف الحال اللي عندهم مشاكل في أي حاجة احطوا في يديهم تكونوا عندهم عوارد وبغينا نحايدوا لك العوارد يمشيوا بحال سبيلهم إلا كان عارد غادي خرج بهذا الوصفة بإذن الله أول حاجة غادي تخذي خمسة درام دي الفيجل وهذا القطعة تتعملها عشر دراهم شوفوا انتموا في أي دولة خذوا قطعة مسك بحال هذه هذه خمستاشر درام إذن نخذوا المسك الجيد أما المسك الأسود هو توه رائع اللي غادي إن شاء الله منطحني إلا عندك المسك الأسود غادي يتطحني الفيجل وتوضعي معاه المسك الأسود أما هادي غادي نخليها لكم في التالي باش تعقلوا على الوصفات اللي غادي نحط لكم وتحاولوا أنكم تاخدوا ورقة وقلم وتكتبوا هاد الوصفات غادي تستبدوا منهم وتعطوهم لحبابكم وببرتاجهم مع الناس لأن في سبيل الله هاد الوصفة رائعة وأكتر من رائعة إذن ناس اللي معطلين على الإنجاب أو للزواج أو العمل أو الزار أو الميمون أو أي حاجة غادي تديري هاد الوصفة ولو يكون عندك وولدك بعيد عليك تبخري لي الصورة دياله إذن غادي ناخده بعد ما تحننا الفيجل درناها في متحنة كهربائية ودعنا معه المسك الأبيض خام أو نضيفو له المسك الأسود نقدرون ديروهم بجوج غادي نسرحوا في واحد في واحد تبصيل بحال هذا وغادي نقرأ عليه صورة الصافات صورة الصافات مرة واحدة الصافات كلها ها نقرأ صورة الجن ثلاث مرات صورة الجن ثلاث مرات وصورة البروج ثلاث مرات وغادي نقرأ المعودتين كل صورة غادي نقرأها ثلاث مرات وآية الكرسي سبع مرات غادي نبدأ بالفاتحة غادي نقرأها مرة واحدة إذن غادي نسبح بإسم إسم من أسماء الله الحسنة اللي غادي إن شاء الله ينزل الرحمة ويرفع عليك البتلاء وغادي يكون عندك إن شاء الله سبحان الله يرفع عليك البتلاء أي ابتلاء بإذن الله إذن غادي ناخد اسم من اسماء الله الحسنى او ناخده جوج اسماء الحافد مئة مرة اسم الحافد مئة مرة الرحيم مئة مرة اذا غادي نخلطه كل شي غادي نخلطه كل شي وغادي نديرهم كويرات صغيرة حيث غايت تخلطه او انه نخليه خام بحلقة ونضيف ليه المسك نضيف ليه المسك الاسود ام المسك الابيض بعد ما طحنتهم جوج غادي ناخده ونبقى نتبخر من مور العشاء من صلي العشاء غادي نحيد الملابس الداخلية ديالي كاملين سواء كنتي بنت سواء كنتي راجل معطل على العمل سواء كانت المرم معطلة على الانجاب او الزوج معطل على حياته الطابعية او كيني الناس اللي عندهم السحر التفريق وتفارقوا في الفراج تبخر بيالي لانه لانه تولي عارض ديال الفراق تحاولي انكي تهرب يدك العارض بهاد البخور باش تردو النواحس اما الدار المكان اللي منحوس او المكان اللي فيه مشاكل او الناس اللي فيهم تفواهوا فيهم العين وفيهم الحسد وفيهم قاع العقد غادي تبخروا الولاد وتبخر العتبة وتبخر البيت بالكامل اذا غادي ناخد بعد ما نحيد الملابس الداخلية ديالي نقدر نبدأ في اي نهار بغي اي نهار بغي اي نهار بغي وتخلي نهار اخر تلبسيها تبخري مدة اسبوع بنفس العباية ولو تبقى فيها الرحة ما تبقيش لابسها حي ديها حي ديها بعد ما تبخري وجمعيها ودي لابشي بلاستيكو وخلي نهار اخر من مورة العيشة نبس لك العباية ونبقى بدون ملابس داخلية نحل الشعر ديالي نحل كل شي اما المرأة اللي عندها مشكل في الانجاب تبخر من مورة العادة الشهرية بعد ما انها تبقى فيها غير صفرة تحاول انها تبخر مدة اسبوعية والزوج ديالها قرار اللي معطلة على الانجاب غادي تحاول تتبخ واحد الكمية وغادي تديرها في هاد القننة وتوضع معها المسك الاسود وتقرع لها نفس القراءة اللي قرنا على هاد المكون وغادي تبقى في الليل ترش الصرة والدهر والرجلين وما بين الصدر والكتفين حتى البنت المعطلة عن الزواج تالزوج اللي معطلة على العمل تالبنت اللي عندها مشكل في الدراسة توقع لها نسيان ما تتكملش ما تتبغيش تروح القراءة ديالها اذا تالناس المعطلين على الدراسة او الناس اللي ما تبغوش يقرعوا او تكونوا في المنزل تحفظوا ولكن تيمشي المدراسة تينسى كل شي اذا المرأة تدير هاد الوصفة الوليد الصغير ولا البنت ولا الزوج ولا احتى الرجل اللي تكون كبير وتمنى تكون شين عسم زيان تنبخروه بهذا البخور لانه في جل رائع للناس اللي عندهم تعطيل بسبب العوارد العوارد اللي تتكون سبب ها الموانع اللي دخلت عليك على طريق السحر او العين او الحسد او التابعة تابعة ما تتبغيش هاد البخور هاد البخور اللي سبحان الله العظيم رائع واكثر ما رائع غير حلي اه حلي الرجلين ديالك ما فوقها المجمر وحاولي تخلي ذاك البخور يدخل مع الجسد ديالك يدخل مع الراحم ديالك البنت المعطالة عن السواج او المعطالة عن الانجاب او الزوج تووي يحيد الملابس الداخلية والبسعباية ويتبخر ويخلي هاد البخور يطلع معاه يطلع وياخد واحد القنينة فيها الفيجل متبوخ مع المسك ويقرع لها نمس القراءة هاد القراءة اللي قريناه وتقدر يتقرأ يقرأ 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 يوحدة الوقت اللي سكون يتقرأ حاولي انك تقرأ في نمس الوقت على الماء دي الفيجل مع المسك وخاصك ترشي الجسد ديالك مدة اسبوع غادي تحلمي غادي يجيك حلم غادي تشوفي احلام احلام اللي غادي تشوفي حاولي تخليها ليفتح او انك بغيتي تفسريها الراسك را تكون بينها تكون مراكبرة را تتابعة قطات التابعة تجري في مقابر انك عندك سحر المقابر او انك تتقري في الهواء تكون الجن طيار او الناس اللي عندهم مشاكل في المال ترشي العتبة وترشي البيت بالكامل تبخيه في الماء وتقري عليه القراءة اللي قرينا وتبقى يترشي البيت بالكامل ترشيه من مور العشاء وتخلي هذك الماء ديال اللي في جلفوحة القينينا مرة مرة نحاول انني الرش البيت بالكامل باش نخرج شياطين النحس وشياطين العين وشياطين السحر ونشغل صورة البقرة ثلاثة ايام اذا تنتمنى انني نكون وصلت لكم هاد الوصفة وحاولوا انكم تباردجوا مع احبابكم لان فيها غير اجر والناس بزاف اللي معدبين في الارض ومعدبين حياتهم سببهم الحسد والعين والسحر والتوابع اذا احبابي تنتمنى لكم حد سعي تنتمنى لكم الشفاء تنتمنى ربي عونكم ويسخر لكم جنود الأرض والسماء يكونوا لكم عون ومعين في كل الأمور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته